صورة النور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صورة أنزلنا وفردناها وأنزلنا في آيات بينت لعلكم تذكرون الزانية والزان فاجلد كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادة بالله إنه لمن الصاتقين والخامسة أن لعنة الله علي إن كان من الكاذبين ويدرأوا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادة بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن عاذب الله عليها إن كان من الصاتقين ولولا فضوا الله عليكم ورحمة وأن الله تواب حكيم إن الذين اجهوا بالإفك وعصبة منكم لا تحسيبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإفك والذي تولى كبره منهم لو عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا إذ جاءوا عليه بأربعة شهادة فإذ لم ياتوا بالشهادة فأولاك عند الله هم الكاذبون ولولا فضوا الله عليكم ورحمته في التني والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما لزلكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتن عظيم يعيكم الله أن تعودوا لمثلي أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله أعليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفعجة في الذين آمنوا لهم عذاب نليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رأوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبع خطوة الشيطان ومن يتبع خطوة الشيطان فإنه يمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء ولكن الله يزكي من يشاء الله سميع عليم ولا يأتي أولي الفضل منكم والسعى أن يتوءوا للقرب والمساكين والمهاجرين بزبي الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحسنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم والسنتهم وإيدهم وارجلون بما كان يعملون يوم إذن يفهموا الله ودينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستنجوا وتسلموا على آلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوا حتى يذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا واسكلكم والله بما تعملون عليهم ليس عليكم جناع أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك اذكرهم إن الله خبير بما يسمعون وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهم ويحفظن فروجهم ولا يبدين زنتهم إلا مضار منها وليذربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زنتهم إلا لبعolتهن أو آباءهن أو آباء بعولتهن أو ابنائهن أو ابناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنخوانهن أو بنخ وأخواتهن أو نسائهن أو مملكة أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو التفل الذين لم يذروا على عورة النساء ولا يذربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زنتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم وإن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعف في الذين لا يجدون نكحنة يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي أتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تعصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد كرههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسزه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويدرب الله لمثالي الناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع واذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو الأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمال كسراب بقيعة يحسبه ضمآن ما حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أوقى ظلمات في بحر لجين يخشعه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يرها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صفات كل قد علمها صلاة وتزبيحة والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم ترى أن الله يجلس حابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله رقاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيسيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنبرق يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك العبرة يؤلي الأبصار والله خلق لكم والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربعين يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آية المبينات والله يهدي من يشاء إلى سرعة المستقيم ويقولنا آمن بالله وبالرسول وتعنى ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أوليك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكون لهم الحق يأتي لهم ذعينين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيق الله عليهم ورسوله بل أوليك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم من يقول زميعنا وطعن أولئك هم المفلحون ومن يتعي الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون واقسموا بالله جهد إيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل اتعوا الله واتعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حملوا وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا ومعرى الرسول إلى البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصدعة ليستغلفنهم في الأرض كما استغلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنى تعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئكم الفاسقون واقموا الصلاة واتعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبيس المصير يا أيها الذين آمنوا لا يستذنكم الذين ملكت إيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظاهرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعده نطوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستذنوا كما استذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللات لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المرض حرج ولا على أنفسكم أن تقولوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أماتكم أو بيوت أخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتعه أو صديقكم ليس عليكم جناحا أن تكونوا جميعا أو أشتتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم ولا يتلع لكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذبوا حتى يستاذنوا إن الذين استذنونك أوليك الذين يؤمنون بالله وليؤمن الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استذنوا لبعض شأن فأذن لمن شئت منهم استغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلموا الله الذين تسللون منكم لواذا فليحذر الذين يغلبون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلموا ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فإن نبعهم بما عملوا قل الله بكل شيء عليهم صدق الله العظيم موسيقى موسيقى